هذه الأم وعبرها لكل الأمهات المغربيات الأصيلات رأي العام المغربي شغلته واحدة جريمة مؤخرا هي جريمة دي الاغتصاب واحد لإبن الأم دياله وحسب بعض الروايات أنه كان تحت تأثير أقراص الهلواسة هذا المقطع هذا اللي سمعته كتقول فيه الأم بأنني دفنت هذا الإبن وأن الأم تصرح بحال هذا فممكن تصوروا أي ألم كتشعر به هذه الأم لأنها توصل لدرجة أنها تقطع الرحم مع الإبن ديالها هذا الوحش البشري هو حاليا في قبضة العدلة والعدلة ستقوم بالعقاب دياله كما يجب وغير يأخذ الجزاء دياله في الدنيا قبل الآخرة ما يهمني في هذه الحادات وأنني أريد أن أتحدث عن شيء آخر وأتخذ هذه القضية كمدخل السؤال اللي سأخذتك عنوان لهذه الحلقة واش ولد المفاتحة ملحد لأن من خلال ما رواه الأصدقاء دياله والوالد دياله والمعارف دياله بأن كل الإشارات كتمشي في اتجاه بأن هذا كان ماشي فقط ابن عق وإنما ابن ملحد ملحد لا يؤمنوا لا بالشعاء بالشرائع ولا بالله ولا بالخير ولا بالشر ولا بالجنة ولا بالنار فعلا كان نطبق عليه المواصفات وحش بشري وإن كانت الوحش كتعطف على البني السلالة ديالها هذا المجرم هذا ربما تكون أي أسرة مغربية عندها واحد نواد ديال وحش بشري في المستقبل وهنا كمغين نحضر المغاربة لأن خدوا بلكم راي قدر يكون بين ولادكم واحد الطفل ولا واحد الطفلة ممكن يتحول إلى ملحد لماذا؟ لأن في هذا الزمان وإحنا كانت تفتحت فيه كل الحدود الافترادية والغير الافترادية ولت قنوات ولت مواقع ولت مواضيع يعني تناقش وتحلل دون أن ترعي يعني المستوى ديال الفرد شحال ديال الأسر اللي كيخليوا الأبناء ديالهم قاسم في غرف مغلقة مسكن الطابليت ولا الكمبيوتر ولا التليفون وكيدخلوا لمواقع إباحية مواقع إلحادية كتزعزع العقيدة ديالهم وكتخلق بيناتهم وفي الفكر ديالهم على الخصوص واحد النوع ديال تشويش خصوصا هذو الشباب اللي كيكون أصلا يعني المعرفة ديالهم متواضعة وبالدرجة ديالنا كيكون الرأس ديالهم خاوي هذو السهلين أنك تستقط بهم وطغير لهم تليم المعتقد له بمعنى أخر بالدرجة المغربية سهل أنك تمر أطلب ى فهذا الوحش الباشري اللي تعبّع له الأم ذياله هذا حسب الروايات كان كيدرب بها كيدرب بموة كان كيتف بها كي يجيب اللحم كيشويها ويأكلها وكان الأم ذياله بائعه كان عندها شوف الرائعة christian إذا أسعبت 100 ريال ولا عشرة درام يأخذ ذلك يجب أن يأخذ 20 درهم أو 10 درهم يعني هناك واحد القصوى كبيرة لماذا هذه القصوى؟ معناها أن هذا الشخص الهدف هو أنه يلبي الرغبة دياله الجنسية وإشباع الرغبة دياله من حيث المخدرات وإشباع البطن دياله من حيث أنه يجيب داك اللحم وكي يأكلوا قدام باهو شوي بدون ما يتحرك فيه تشي شعراء فهذه صفة من صفات الملحدين فأخذوا بلكم لأنه ممكن يكون واحد الملحد وسط واحد الأسرة بحال شي حنش كيتولد وكيكبر حتى يجي واحد النهار وكيأخذ الوقت مناسب وكيقرش في واحد من أفراد الأسرة وهذا الشي اللي يقن به هذا الوحش البشري لماذا؟ لأن هذا وصراحة حتى هذا المصطرح ملحد ما يمكنش ما يتناسبش وما يعبرش على هذا الأشخاص لأن هذا حسب ما نعلام وحسب ما تطالعناه في الدراسات الجامعية لأنه نتاج واحد الباحث نظريات مساءلات للواقع مساءلات للوجود هذه الملحدين كتلقاهم معظمهم ما عندهمش خرج بالثالث أو ما كملوش تال الشهادة الابتدائية ديالهم وكتشوف بأن تحولوا إلى وحوش بشرية لا يهمها إلا الاستهلاك يضربوا بالقيام عرض الحائط العلاقات الأسرية لا قيمة لها حتى فكرة الواليد والواليدة لا قيمة لها عند الملحد فخذوا بلكم المغرباء وأظن وأكاد أجزم بأن هذا المجرم هذا الوحش البشري فعلا الملحد لا يؤمن لا بالله ولا بالكتب السماوية ولا بيحتى بالقوانين الوضعية الملحد اليوم كيقول لك أنا ما كان آمن شي بالله ولكن منك تشوفوا سايكة الموبيل كيوقفوا في الضوء الحمر لماذا؟ لأنه كيخاف من العقاب لأن الملحد لا يفهم ما عندهش قيام ما عندهش أخلاق ولكن كي كان قلوب العمية ديالنا كيخاف وما كيحشم نتمنى هذا الجريمة ديال المفاتحة ما تكررش مع أمهات أخرى يات وأتمنى أن كل الأسر يأخذوا بالهم من الأبناء ديالهم خصوصا في ديك فترة المراهقة شنو كيشوفوا في مواقع شنو كيشوفوا عن طريق الإنترنت شكل كييتواصل معهم لأن هذا مهم جدا لأنه كيأثر في التكوين ديالهم خصوصا إذا كانوا عبارة عن صفحة بيضاء نتمنى وأضم صوتي إلى صوت كل المغاربة أن هذا المجرم يأخذ العقاب الذي يستحقه ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه يعني العبت بالقيم والأخلاق ديالنا نحن كمجتمع إسلامي وحتى ذلك ردات الفعل ديال المغاربة كيف ساهموا في القبض على هذا الوحش البشري كيف ساهموا يعني في تخفيف الآلام ديالهد السيداء يعني بطبيعة الحمد كتبين وكتأكد بأن المجتمع المسلم لا زال بخير وأن المغاربة لا زالوا بخير عكس ما يروجهم مثل هذا الأتباع وللأدناب ديالهد الملحيدين وما شبههم إلى اللقاء قديم والسلام عليكم ورحمة الله